أول حاجة حاجة ليه علاقا من المنتخب هولي كاتبة هولي موقف روي فيتوريا من انضمام عبدالله سعيد لمنتخب مصر تمام عبدالله طبعا يا كريم من حوالي بنتكلم في 14 شهر كان خرج وأعلن اعتزاله الدولي في فبراير 2022 وطلع وقال أنه خلاص اعتزل دوليا والأمور خلاص مش انضم تاني لمنتخب مصر خلال الآمن اللي فاتت بدأ في مطالب انضمام عبدالله سعيد عبدالله شايفينه مع فريق برامدز بيقدم مستويات مميزة جدا واحد من أفضل لعيبة برامدزه أو أفضل لعيبة الدوري بشكل عام ده يعني حقيقة اتكلمت مع حد جوه المنتخب حد أجنبي بالمناسبة من المعاونين مع فيتوريا أنا بقول بصراحة يعني بعته والله سعيد يعني عشان برضو ايه من اعطش جدل وبتاع لا بصراحة كده كلمت مع الجهاز دولت هجماعة موقفكوا ايه من ضم عبدالله سعيد هم الناس قالك احنا شايفين واحد من الأفضل لعيبة في الدورة المصر ومن أول ما جينا ومساكنا منتخب مصر وإحنا حطينا عيننا عليه ومتابعينه ولعب كواس جدا بس عندنا معا مشكلة واحدة إنه 38 سنة فهو مشكلة فيتوريا هو الجيل بتاع فيتوريا دوت هو بيحضره لأفضل سنة بالضبط هم شايفين إن هم لو بنوا خطة المنتخب والجيل على عبدالله سعيد وطريقة اللي هيب على عبدالله سعيد يبقى هم مش هتطوروه فهم المشكلة الوحيدة اللي قالك إنما هي مواجهتنا وعبدالله سعيدة يا عامل السنة غير كده بس عالف أنا لو مكانهم أنا عندي مرحلة مهمة جدا في تصويرات كلاسي الأمور الأفريقية دي على أقل عبدالله يساعدني في الفترة ديت وخلاص دي مش مرحلة التجيز دي موبراتير حاسي ماتين بزرط انت كده كده لازم تاخدوا الست نقاط وما فيش بديل عن الست نقاط وحتى لو مش هتلعبه خلي معاك كورقة انت قد في ماتش زي ماتش ملاوي ده الأمور تبقى اللي قدر الله معقدة تحتاج لورقة زي عبدالله سعيد من تزديدة من فاول كرة حاسمة تمريرة من تمرير عبدالله حفق معاك فهنشوف المعسكر الجاي عن الأمور